فيما يرتبط بالشق الالتقائية النموذج النموذج الجديد مع البرنامج الحكومي وأيضا هدف المغرب أن يصبح قوة اقتصادية ناعمة صاعدة في القارة الإفريقية بالدرجة الأولى مع الحفاظ على شركاته التقليدية لكن في منطق جديد منطق رابح رابح أجد أن نموذج النموذج الجديد قد وضعت وصيفا لواقع الحال بشكل مصفيد وحدد على الأقل خمس أهداف استراتيجية كبرى من بين هذه الأهداف أن يكون المغرب له موقع جيوستراتيجي مهم بطبيعة الحال له موقع جغرافي قد نقول أنه يحسد عليه بحكم أنه يوجد في منطقة إفريقي أوروبي وأمريكي لاتيني وأمريكي شمالي فبالتالي هذا الأمر له أهميته في تنزيل النموذج النموذج الجديد إذا أخذنا البرنامج الحكومي وأعتقد أنه يحتاج في قادم الأيام إلى تعديل بسيط هذا التعديل مرتبط بالميطاق الذي سيترتب عن النموذج النموذج الجديد والذي لا زال غير موجود حقيقة حينما سيوجد الميتاق ولا يجب خلطه مع الميتاق الأغلبية حينما سيوجد هذا الميتاق وبآلية تنزيله ستضطر الحكومة إلى مراجعة برنامجها لكي لا يصبح فقط مرتكزاً على المرتكزات العشر التي تقدم بها والتي لا تتضمن في حدي ذاتها هذا الطموح أن ينصبح المغرب بقوة صاعدة يعني مسألة أجد أن بأن البرنامج الحكومي أولى اهتماماً أكثر للداخل أكثر من الخارج والنصة في بعض المضامنة على مسألة الوحدة الترابية بطبيعة الحل أعتقد بأن المغرب اليوم في إطار هذه القوى الصاعدة النعيمة وفي إطار إعادة تمقعه الجيوستراتيجي والاقتصادي بجلب استثمارات خاصة في المجالات الإسكرية في المجالات الصيارات في المجالات الصناعية الصحية صناعة لقاحات هو في طريقه ليوجد له مكاناً ضمن القوى الصاعدة العالمية التي عددها 37 اليوم وأيضاً ليكون رائداً وقائداً إن صحت تعبير اقتصادياً فالقارة الإفريقية قرّت الغد قرّت المستقبل ولعل الأطماع الخارجي الكثير حينما أقول أطمع بشقها الاقتصادي وشق المصالح بطبيعة الحال كل يبحثوا عن مصلاحاته من أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية مروراً بالصين توركيا روسيا كل يبحثوا أن يجد له موقعاً ولعل شركات المغرب الدولية في هذا الباب تتيح له الفرصة اليوم أن يفاوض من موقع قوة أولاً لملفاته الداتية من قبل الوحدة الترابية وأيضاً لملفاته الاقتصادية وهذا ما تضحك جلياً فيما كان من شناء مع إسبانيا مع ألمانيا وأقول أيضاً بأن جار الجزائر بإغلاقها لأنبوب الغاز يعني أن هذه الخطوة لم تكن بشكل محسوب بشكل كبير لأن المغرب بدأ يتضيع أن يتوفر على مخزون هام من الغاز الطبيعي ومن البترول في سواحله ما يمكنه من أن يكون تلك القوى الصاعدة لا فيما يرتبط بالإكراهات الحكومة أمام هذه الأزمة المتعددة الأبعاد المترطبة عن جائحة كوفيد-19 والتي قد نقول أنه لسنا اليوم متيقنين من خروج منها لحد الآن فالحكومة ليست هي الفاعل واحد بدون تضافر الجهود الجامع دولتان مقاولات مواطنين مجتمع مدني شركاء لا يمكن الخروج من مثل هذا الأزمات الاقتصادية لأنه ما يمكن أن تقدموا الحكومة ونحن نتحدث مثلاً عن عجز الميزانية في حدود 5.9% الأرقام تبقى حسابية الأرقام تبقى حسابية ويمكن التحكم فيها مثلاً بخص خاصة وبمديونيتين أو بخص ظلنا فقط أما الخروج من الأزمة فيحتاج لحكامة شاملة حكامة شاملة تتضافر فيها جميع الجهود في إطار منطق طموح في إطار منطق ما هو ممكن في منطق أيضاً تفادي الرئي لأن الأزمات عادة ما تكون فرصة لريعي الأغنياء وريعي الفقراء وبالتالي فلذلك تحدث منذ البداية أن الخروج من الأزمة يحتاج إلى حكامة شاملة ويحتاج إلى تضافر جهود معظرة كل الفاعلين بدون استثناء والحكومة جزء من كل ليس إلا بالنسبة للمسألة التشغيل أو الشغل قد أقول أن الحكومة تلعب على أوطار أوطار يعني المصطلحات لأن حينما نتحدث عن مناصب الشغل ليس هي فرص الشغل ونحتاج إذن إلى سياسة تشغيل واضحة المعالم تحدد القطاعات تحدد طبيعة المناصب المحددة بطبيعة الحال حكومة وعدت بخلق مثلا 250 ألف منصب في إطار الشاركة مع الجمعيات والتعاونيات في غضون سنتين ببداء من سنة 2022 بدون اشتراط الكافاءات لكن ما هو معلوم أن البطالة في المغرب التي نهزت اليوم على الصعيد الوطني 12.8% يعني من السكنة الناشطة علما أنها في 12.% تخفي وراءها الكثير من الحديث لأن البطالة القروية لا تحتسب إلى في حدود 4.5% في حين أن البطالة الحضرية يعني دي المدن ببساطة هي في حدود 18% إلى 22 وجلها بطالة حامل شهادات أو بطالة نسائية فبالتالي أن نقول 250% دون اشتراط الكافاءات وهي فرص وليست مناصب فهي تبقى قاصرة عن حل المشكلة العام أيضاً الاعتماد على برامج من قبل برامج برنامج انطلاقة وبصيغته لهذه السنة التي هي فرصة بـ 50 ألف قرد مثلاً مضمون من طرف الدولة بمليار فاصل 25 مليون ديرهم أيضاً جدوى هذه القروض وعلمان بالتجارب يعني أخذان بعين الاعتبار التجارب التي مرى منها المغرب مثلاً تجاربات مقاولتي في الصغة الأولى والثانية والثالثة وقد بلغاني يعني من خلال يعني العلاقات التي عربتها ببعض الفاعلين في المجال البنكي أن مثل هذا يعني هذا الطموح قد يجد بعض العراقل للتحقق إذن مليون منصب التي وعد بها البرنامج الحكومي في خمس سنوات أعتقد بأن في مشروع قانون المالية 2022 وفي ديباجته ولا حتى في مذكرة التقديمية لا يعطي تفصيلاً لهذا الطموح لأن العنوان العارض هو التشغيل العنوان العارض لما بعد الأزمة أو نحن في الأزمة وما بعدها هو التشغيل لأن على الأقل مليون شخص ضمن الأزمة قد فقدوا بشكل مؤقت أو نهائي مصدر عيشهم إذن المليون الذي تتحدث عن الحكومة في برنامجها لن يفئ إلا باسترجاع المناصب أما استرجاع المناصب التي فقدت إما بشكل مؤقت أو بشكل نهائي أما ما يرتبط ب يعني الخريجين الوافدين على سوق الشغل وما إلى ذلك فهذا يعني يحتاج إلى سياسة مفصلة ولعل هذا من بين الأمور التي عجزها المغرب منذ يعني لكي لا نحمل الحكومة الحالية فقط المسؤولية فالمغرب عجز في اعتقادي منذ 20 سنة على وضع سياسة وسياسة تشغيل واضحة المعالم ترى المستقبل ترى تغييرات المستقبل ترى الرقمانة ترى الدكاء الصناعي ترى مجموعة من الأمور التي لا تأتي الكبير على هذا الملف الذي هو ملف شائك خاصة وأن الهرم السكاني للمغرب هو هرم شاب لا تنسى للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيس بريس ترجمة نانسي قنقر